اشتركوا في القناة واجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الجنوبية المطلعة على بحر آزوف وايضا المساعي الاوكرانية لايضا اخراج المقاتلين والاطباء بحسب تصريحات الرئيس الاوكراني فولو ديمير زينيسكي ايضا المعارك تستمر والاستهدافات المتبادلة بين الجانب الروسي والاوكراني المعركة في البحر الان واستهدافات متكررة وضربات للقوات الاوكرانية طالت سفن بحرية روسية في البحر الاسود روسيا تقول انها اذن استهدفت اكثر مراكز للقوات الاوكرانية واسلحة غربية تم ارسالها الى اوكرانيا اذن المعارك عنيفة ومتطورة وسريعة بالنسبة للجانبين الروسي والاوكراني لكن الفصل في هذه المعركة الخاصة كما تقول روسيا سيكون فصلها الجديد يوم غد بحسب كثيرين وبحسب وسائل اعلامية اوكرانية وغربية بان روسيا تسعى يوم غد ربما اعلان حرب شاملة على اوكرانيا في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوم النصر في التاسع من مايو النصر على النازية اذا نبدأ هذه الحلقة مع ضيفنا هنا في الستوديو العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري والاستراتيجي اهلا بك معنا سيادة العقيد وكل عام وانتم بخير وانتم بخير ابدأ معك مباشرة في قراءة سريعة لهذه الحرب الروسية في يومها الرابع والسبعين تفضل سلامي لك استاذ الحمد وليه استاذ المشاهدين وكل عام وانتم بخير نعم نحن الآن في منتصف الشهر الثالث من السنة الاولى للحرب الروسية على اوكرانيا او للغزو الروسي على اوكرانيا نلاحظ كنظرة عامة ان منطقة ماريوبل المدينة الصناعية وما تحت المدينة الصناعية من مدن انا اشميها لانه تبين انها هي مناطق كبيرة جدا تحت الارض لا تزال لا تزال غير قادرة روسيا على اقتحام هذا المختصر يعني بالرغم من المفاوضات واجلاء المدنيين وإلى آخره انما القوات الموجودة الآن في منطقة المعامل تحت الارض تعلم كم هي تحصيناتها قوية وتعرف تماما كم ستكون الخسارة الروسية في حال محاولة اقتحام المكان لذلك هي متمسكة ومصرة على القتال حتى اخر قطر الدم هذا في ماريوبل ننتقل الى خاركيف خاركيف هناك ملاحظة ملفتة جدا للانتباه يعني عندما تنسح بالقوات الروسية باتجاه الجنوب من خاركيف وتحطم الجسور الثلاثة الواصلة المدن الشرقية مع خاركيف يعني مدن الشرقية وهذه الخريطة معنا الآن مباشرة سيادة العميد عفوا سيادة العقيد حاتم الراوي بالنسبة لخاركيف سنأتي عليها وهنا أيضا تطورات وأخبار لافتة بخصوص خاركيف وأيضا ما نشرت عنه وسائل عالمية أوكرانية بتدمير القوات الروسية ثلاثة جسور في خاركيف سنأتي عليها لكن نظرة عامة في الدنباس إذا ما أخذنا لوغانسك وأيضا دونسك بهذا الإقليم ماذا عن المعارك على الخريطة؟ قبل أن أدخل إلى دنباس دعني أوضح تماما ما وراء قصف هذه الجسور هذه الجسور يعني إشارة ورسالة لكل العالم بأنني أنا لن أزحف من الشمال الغربي سأتي عليه نعم سأتي عليه التفصيل وسأكتفي بالمنطقة الشرقية والشرقية الجنوبية أما بالنسبة للحرب الحقيقية التي بقيت أمام روسيا لتحفظ شيء من ماء وجهها هي أن تركز ثقلها العسكري على دونباس وإذا أخذت دونباس يعني تستطيع روسيا أن تقتطع هذا الجزء فإما أن تتركه كجمهورية مستقلة أو أن تضمه إلى روسيا هو كل ما تريده روسيا من هذا العمل هو إيجاد جبل من نار بين الفقر الذي يعيشه وسوء الحال الذي يعيشه المواطن الروسي مقارنة بالرفاهية ويعني حقوق الإنسان وإما إلى ذلك في أوروبا والتي كانت أوكرانيا حاجزا بينهما بدأت تدخل هذه الحالة إلى أوكرانيا وبالتالي أصبح المواطن الروسي يراها بعينه وهو المعقد من عيشة الإنسان الأوروبي منذ أن يولد طيب أيضا هنا تصريحات رسمية لوزارة أيضا الدفاع الأوكرانية تقول أيضا في تغريدة لها على تويتر خسائر القوات الروسية منذ بداية الغزو حتى الآن وصلت إلى خمسة آلاف أو خمسة عشر أو خمسة وعشرين ألف جندي ومئة جندي روسي وأيضا تدمير مئة وتسعة وتسعين طائرة مقاتلة ومئة وخمس وخمسين مروحية وألف ومئة واثنين وعشرين دبابة والفين وسبعة مئة سبعمائة وثلاثة عشر أو ثلاث عشر عربة مدرعة فضلا عن خسائر مادية أخرى في العتاد والعدة كما تقول وزارة الدفاع الأوكرانية مع هذا الرقم في الخسائر اليوم ماذا نفهم من سياق هذه المعركة الميدانية؟ أستاذ محمد حتى إذا صحت هذه الأرقام فهي مجتمعة لا تشكل أكثر من صفر أمام خسارة روسيا الحقيقية بإنفضاح مسألتين روسيتين إنفضاح سر السلاح الروسي ومدى تأثيره وإمكانياته وإنفضاح عدم التخطيط وعدم التسلسل والمركزية المطلوبة في الجيش الروسي يعني خلو الجيش الروسي تماما من الخبرات ومن الجنرالات المتمكنين من خوض الحروب والتخطيط لها وفنونها لذلك يعني انفضاح روسيا بهذين المجالين أكبر بكثير جدا من عدد هذه الخسائر مجتمعات أكبر من هذه الأرقام المقرانية أكبر من ليست أكبر من الأرقام أفر الروسية يعني حتى لو كانت إذا كانت هذه الأرقام صحيحة وتقترب من الصحة تبقى صغيرة أمام الخسارة الحقيقية لروسيا بإنفضاح عمرها أمام العالم تقصد هنا سمعة روسيا أمام الخسائر يعني هذه العسكرية والمادية والأرواح سمعة أكبر ثاني أكبر دولة مصدر الأسلح فيها العالم الآن من سيشتري من روسيا سلاح بعد أن رأينا يعني رأى العالم كله مستوى السلاح الروسي وإمكانيات السلاح الروسي يعني إذا كان الطراد الذي يعتبر هو مضاد للصواريخ والطيران موسكافا وهو من يعني أكثر تقنية وجدت فيه ضرب هذا الطراد دون أن يقاوم أو يطلق طلقة واحدة بتجاه الصواريخ التي دمعت وأيضا سنأتي لموضوع الخسائر الروسية في البحر الأسود لكن هنا تصريحات وزارة الدفاع الروسية أيضا نشرت عن المعارك الميدانية في أوكرانيا وقالت هذه الوزارة قالت وأعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل قاذفتين أوكرانيتين من طراز سوء 24 ومروحية ميغ 24 فوق جزيرة زيميني قبال سواحل أوديسا بجنوب البلاد ماذا عن الخسائر في الجيش الأوكراني؟ الخسائر في الجيش الأوكراني لا تزال حتى الآن دون المستوى الذي كنا نتحسب له يعني عندما بدأت روسيا الهجوم كل المحللين العسكريين في العرب والأجانب يعني وضعوا تصور بأن السلاح الروسي سوف يتم تدميره في أرضه السلاح الأوكراني ستقوم روسيا بتدميره في أرضه وفي مستودعاته وفي مطاراته خلال الساعات الأولى للحرب الذي تبين أن السلاح الأوكراني نعم أصيب بأذى وضربت مواقع معينة ومستودعات السلحة لكن لا يزال السلاح الأوكراني معافى ولا يتزال خطوط الإمداد تمده وتعوضه بما خسر يعني نسبة الخسارة أقل بكثير مما كان متوقع بالنسبة للعتاد الأوكراني طيب بينما شهدنا أيضا صور نشرتها وسائل إعلامية أو وزارة الدفاع الأوكرانية لأيضا استهداف طائرة بيرخدار لأيضا سفينة روسية في البحر الأسود وسنأتي على هذا الموضوع بالتفصيل بعد الفاصل سنعرض صورا أيضا لاستهداف هذه السفنة الروسية في البحر الأسود لكن وزارة الدفاع أو المتحدة مثل وزارة الدفاع الروسية أيضا أشار أنه تم تدمير خلال 24 ساعة الماضية أيضا كحصيلة قال أن القوات الروسية أو هنا دمرت ثلاث طائرات من طراز بيرخدار كحصيلة خلال 24 ساعة الماضية ماذا يشير هذا الرقم بالنسبة لإسقاط روسيا إن كانت طائرات مروحية وحربية وطائرات مسيرة من طراز بيرخدار حتى يعني طائرات مروحية تسقطها روسيا أمر طبيعي يعني هاي حرب ومواجهة وسيكون فيها هكذا خسائر أما أسقاط ثلاث طائرات بيرخدار في يوم واحد يعني ما يعادل المعدل حسب الإدعاء الروسي يوم واحد فلا أعتقد إلا أنه لأن كلمة بيرخدار أصبحت كلمة مرعبة لدى الجندي الروسي يعني أصبح يخاف من هذه الكلمة تخيفه لأنها يعني ظهر لها آثار سواء في البحر أو على اليابسة لذلك يعني تتعمد روسيا الآن إظهار وكأن طائرات بيرخدار هي طائرة عادية من جولة هذه الطائرات وقد أسقطت منها ثلاث طائرات هكذا سوغت الخبر أما حقيقة أن كل طائرات بيرخدار التي وصلت إلى أوكرانيا هي ست طائرات يعني هل من المعقول في يوم واحد دمرت منها ثلاثة وكل هذه الأفعال التي فعلتها بيرخدار لكن تقارير ألامية تشير أن الرقم أكبر من ذلك بالنسبة لطائرات بيرخدار في أوكرانيا الذي قيل على لسان تركيا وعلى لسان أوكرانيا إلا إذا كانت تركيا قدمت دفعات أخرى وأوصلتها خلال الحرب أما الاتفاقية كانت وأعلنت يومها أوكرانيا أنه وصل لنا ست طائرات بيرخدار ألا يشير هنا أيضا تصريحات الجانب الروسي بخصوص استهدافات إن كان المروحية أو مروحيات حربية وأيضا مسيرة أوكرانية وأخرى من طرازات هنا بحسب نفس الوزارة تقول تدمير القوات دمرت منصتي لإطلاق الصواريخ من طراز S300 في مقاطعة خاركيف ألا يشير ذلك بأن روسيا الآن هي المتحكمة في الجو وفي الأرض طبعا هو مقارنة يعني عندما تقارن الإمكانيات الروسية من سلاح جو أمام الإمكانيات الأوكرانية يجب أن يكون ذلك ويجب أن تكون الصورة أكبر من ذلك بكثير يعني يفترض أن تكون روسيا قد أطبقت إطباق كامل وأمسكت بالجو كاملا فوق أوكرانيا بينما الذي يتحضح الآن أنه يعني تكاد تصل أوكرانيا أمام روسيا حتى في مجال سلاح الجو إلى الندية في بعض المواقع ومواقع أخرى انهزمت روسيا جوا أمام السلاح الأوكراني يعني خلافا لما كان يفترض أن يكون قياسا بحجم الأسلحة الروسية إذا من هزمت أمام السلاح الأوكراني كان هناك السلاح حتى غربي في إعلان وزارة الدفاع الروسية استهداف أسلحة غربية ماذا عن استهداف أسلحة سوفيتية أسلحة روسية هنا في إعلان وزارة الدفاع الروسية تدمير منصتي لإطلاق صواريخ من طراز S-300 في خاركيف يعني هي الأسلحة الأوكراني أصلا أسلحة الاتحاد السوفيتي يعني صلب الأسلحة وأهمها كانت تصنع في أوكرانيا فلذلك يعني أن يكون السلاح الأوكراني هو أصلا سلاح روسي هذا أمر طبيعي يعني هي أوكرانيا سلاحها بجملته هو سلاح روسي لذلك يدمر شيء من هذا السلاح الذي هو السلاح الوحيد الموجود في أوكرانيا قبل أن يبدأ الدعم الأوروبي والأمريكي بالدخول إلى أوكرانيا أيضا في خاركيف مرة أخرى ونعود مع التصريحات أو بحسب ما كشفت عنه أو تقارير نشرته سيبكت سي بي اس نيوز قالت أن القوات الروسية هدمت ثلاثة جسور رئيسية خارج خاركيف شمال شرق أوكرانيا بحسب أيضا هذه المعلومات وهناك من أشار بأن تدمير الجسور في خاركيف يشير إلى أن القوات الروسية لن تعود ثانيا إلى خاركيف هل هذا صحيح؟ هل توافقنا الرأي العسكريا؟ عسكريا بدون أدنى شك عندما ينسح بجيش من مناطق ويخرب الطرق والجسور والممرات خلفه فهذا يدل على عدم التفكير بالعودة هذه واحدة أما الثانية والتي هي أهم من عدم العودة أن هذه يعني إشارة واضحة تماما وإعلان هزيمة من قبل روسيا وتخوف من ملاحقة الثوار مستقبلا الأوكرانيين للروس باتجاه الجنوب يعني تريد روسيا قطع الطريق روسيا القوية الدولة العظمى التي تنام على أكتاس من الأسلحة بدأت تخرب الجسور لكي لا يلحقها الأثوار الأوكرانيون هذا وضع روسيا الآن لذلك الإشارة واضحة وماذا عن بالنسبة للهجوم الأوكراني المضاد هنا من يشير بحسب التقارير بأن خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا أن المقاومة الأوكرانية جعلت من هذه المدينة أو جعلت من روسيا أو القوات الروسية خارج مرمى المدفعية الروسية بمعنى أكثر أن القوات الروسية أصبحت غير قادرة على السيطرة أو حتى المدفعية الروسية غير قادرة على وصول إلى مرماها في داخل خاركيف هل بالفعل أصبحت خاركيف خارج سياق الحرب الميدانية؟ بكل تأكيد عندما تكون خاركيف في هذه المساحة التي هي عليها وتحكم القيادة الأوكرانية بوضع خاركيف الآن أصبحت خاركيف محررة تماماً وخاصة بعد تهديم الجسور ومضمونة من أي هجوم روسي معاكس مفاجئ لخاركيف لذلك أنا أقول أن خاركيف بدأت تتحول إلى نقطة الصد الأساسية والانطلاق إلى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية التي ستضع يدها عليها روسيا أو بدأت بوضع يدها عليها لذلك من هنا سيبدأ الصراع من خاركيف وماذا عن لوغانسك؟ وهنا مرة أخرى لدنباس وتصريحاتنا للرئيس الشيشاني أضان قديروف يتحدث في تصريحات له على صحيف قناته في التليجرام يقول أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على معظم مدينة بوبا سنايا بلوغانسك وتم تطهير الشوارع الرئيسية والمناطق الوسطى في هذه المدينة ماذا عن تصريحات رمضان قديروف وقواته في المساندة للقوات الروسية في لوغانس هل هذا يساعد بالفعل في بسط روسيا سيطرتها بشكل أسرع على الدنباس؟ هذا صحيح الكلام لكنه أيضا يقرأ بقراءة متوازية مع هذه القراءة بأن روسيا بدأت تعلن عجزها عن المواجهة المباشرة والاشتباكات القريبة لذلك زجت بقوات قديروف كدرع اقتحام لقواتها بغض النظر عن وجود قديروف هو وقواته أو عدم وجودها أو عدم مساندته أنا أرى أن لوغانسيك وعندما نذهب إلى جنوب إلى جزيرة القرم أنا أقول أن هذه المنطقة طبعا وستكون المركز الروسي في دنباس يعني المركز الثقل الروسي يكون في دنباس لتكون عاصمة لهذه المقاطعة إذا صحت التشمية وستكون هنا الحرب التي ستطول وهذا إذا فعله بوتين يكون قد حفظ جزءا من ماء وجهه لأنه حصر الحرب في منطقة ضيقة وقلل خسائره وقلل فضائحه أيضا عن القصف المدنيين في لوغانسك في نفس المدينة في أقليم دنباس أيضا هناك مشاهدين صورا نشرت على مواقع أيضا وسائل الأم الأوكرانية وهنا تصريحات لأفادة لحاكم مقاطعة لوغانسك سيرجي غايدا يقول بأفادة بمقتل ستين شخصا وجرح ثلاثين على الأقل في قصف نفذته قوات الروسية على مدرسة غرب المقاطعة نشاهد هذه الصور معكم ونعلق عليها إذن لاستهداف وقصف القوات الروسية لمدرسة في لوغانسك هذه الصور بحسب حاكم مقاطعة لوغانسك يشير بأن عدد القتلى مرشح للاتفاع لوجود أشخاص تحت الأنقاذ مشيرا إلى أن القصف الاستهداف مدرسة أيضا في مدينة ليسي تشانسك في ولاية لوغانسك هذه الصور توثق إذن الاستهداف الروسي لمدرسة في لوغانسك ووصول عدد القتلى إلى ستين شخص وجرح ثلاثين أيضا على الأقل كيف تعلق سيد العقيد على هذه الصور لاستهداف مدرسة في لوغانسك من قبل القوات الروسية بحسب ما أشارت وسائل العلمية وبحسب تصريحات التي أيضا كما ذكرنا قبل قليل لحاكم مقاطعة لوغانسك يعني نحن نقول مثل عربي أن الكرم إذا جاء من أهلي فليس غريب وأنا هنا أقول القتالية أو القدارة الحروب إذا جاءت من أهلي فأيضا ليس غريب معروف عن العقيدة الشرقية القتالية هي الاستخفاف تماما بقيمة الإنسان الإنسان لا قيمة له آخر ما يتفكر فيه الجيوش التي تحمل هذه العقيدة هو الإنسان خسائر بشرية مهما ارتفعت لا تبالي بها القيادة ولا تهتم لها وهذا بالنسبة لقواتهم والقوات الصديقة فما بالك بالقوات العدوة روسيا يعني لا حاجة لأن نرى ماذا تفعل بأوكرانيا ما نحن لا يزال دخان الطيران الروسي على الأرض الذي أحرقت به أطفال شورية لا يزال عالقا في الجو ونره بأعيننا يعني نحن نرى البطش الروسي بالمدنيين لا حاجة لمن يرينا بطشا آخر هذه روسيا وهذه عقيدتها القتالية لكن أيضا هنا وسائل الأم الأوكرانية أشارت بأن القوات الروسية كثفت قصفها على مدى الأيام الأربعة الماضية على المدينة الواقعة في جزء القاضع لأوكرانيا في إقليم دونيسك يعني بالنسبة لتكثيف القصف هنا الروسي على لوغانسك ودونيسك قبل يوم واحد يفصلنا عن يوم النصر في روسيا وخطاب بوتن إلى ماذا يشير؟ يعني يشير إلى أن روسيا قررت اختطاع هذا الجزء وأن جعلته أرضا محروقة يعني يعني حتى لو دمرته بالكامل لن تدعه يعود إلى الجسم الأم ويعود إلى أوكرانيا وبناء عليها أنا هنا أقول لك أستاذ محمد أن الحرب ستطول جدا 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 لهذا السبب لا روسيا قادرة الآن على لملة نفسها وسط الفضيحتها والعودة ولا هي القادرة على استمرارية الحرب بما يتناسب مع حرب تشنها دولة عظمى على دولة صغيرة أيضا إذن نتوقف قليلا مع مصنع أزوفي لأماريوب الآن سيادة العقيد وتصريحات الرئيس زينيسكي نقول نستعد المرحلة الثانية لإجلاء المدنود والأطباء الجرحى من مجمع أزوفستال لكن العملية صعبة جدا وهذه تصريحات تأتي بعد أيضا إجلاء جميع النساء والأطفال وكبار السنف من أزوفستال إذن بالنسبة لماريوب الآن هل تعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق يخرج المقاتلين وأيضا الأطباء بحسب تصريحات زينيسكي أم القتال هو سيد الموقف في ماريوب الآن لاحظ أستاذ محمد أن التصريحات التي تنطلق من المنطقة الصناحية أو مما تحت المنطقة الصناحية في ماريوب الآن تحرج روسيا كثيرا فنسمع نحن تصريحات المقاتلين الموجودين أنا لا أقول محاصرين لأن حقيقة نحن لا نعرف بدقة ما هو وضعهم لكن هم يصرحون بشكل مستمر أنهم سيقاتلون حتى آخر قطرة من دمائهم بنفس الوقت تركت القيادة الأوكرانية الباب مفتوحا للدبلوماسية لكي تعمل عملها هنا إذا قبلت روسيا بانسحاب المقاتلين حسب الشروط الأوكرانية فأي روسيا وأي دول العظمى هذه وأي احتلال هذا يعني هشاشة روسيا ستكون فضيحتها للعالم كله وإذا سمرت روسيا بالعناد وأرادت أن تقتحم أصرت على اقتحام منطقة المحامل تحت الأرض بقوات بشرية فستقدم خسائر كبيرة وقد لا تنجح بالاقتحام نعم وهنا فكرة بسيطة جدا يعني أحب أن أضع المشاهد بصورة بأن هذه المنطقة لا يتصورها المشاهد أنها بضع أقبية ومحصنة بيال هذه مدينة يعني يوجد فيها من الغذاء ومن الماء ما يكفي ومن الأسباب الراحة حتى سأود إليك إلى مصنع زوفستان وماريوبل لكن الأخبار العاجلة الآن نقلا عن البيت الأبيض يقول أن السيدة الأولى جيل بايدن تزور أوكرانيا في زيارة غير معلنة إذن رويترز يقول هنا وكالة رويترز تقول أن موكبة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن يعبر الحدود إلى أوكرانيا في زيارة لم يعلن عنها مسبقا إذن السيدة الأولى في أمريكا موكبة السيدة الأولى يعبر الحدود إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة الآن الأخبار العاجلة الزيارات الآن إلى كييف هنا ماذا نفهم منها إن كانت زيارة السيدة الأولى في أمريكا أو حتى رئيس وزراء بريطانيا وأيضا وفود ورؤساء وزراء غربيون ساروا أوكرانيا والعاصمة كييف وقت سابق كل ما حصل من نشاط يعني أنا أرفعه إلى دبلوماسي يعني عندما يزور رئيس وزراء بريطانيا كييف ويتمشى مع الرئيس الأوكراني زيليسكي يعني هذه ليست زيارة سياحية أو زيارة مجاملة هذه زيارة دبلوماسية على أرقاء المستويات الآن يعني زوجة الرئيس الأمريكي تدخل إلى إيكيا لماذا لا يكون بايدن يعني في وقت قادم يعني في أيام قادم لا يمنع هو أصلا أصلا بايدن يعني يعني نوه بما معناها أنه هو ممكن أن يقوم بزيارة من هذا الشكل هذه كلها إشارات للروس بأن يعني أوكرانيا ليست جزء نساعده يعني رفعوا درجة العلاقة مع أوكرانيا إلى أنها جزء أوروبي لذلك يعني سيستمر الدعم إلى ما لا نهاية وهذه الإشارات والرسائل تصل لكم هذه الإشارات والرسائل في يعني قبل يوم من إعلان أو خطاب بوتين وخطاب النصر في الساحة الحمراء في روسيا زيارة زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف ماذا تريد أمريكا باعتقادك يعني أن تقوله في هذه الحرب ويلا طالما تحدثنا عن الدعم الأمريكي الكبير إن كان بالأسلحة إن كان حتى دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا بكل وضوح يعني أنت يا بوتين تهدد أمريكا وتهدد بريطانيا بأنه أنت لديك صواريخ وقنابل تفني أوروبا وتصيب أمريكا أنا جئت إلى قربك يعني أنا الآن في بيت أجار الذي اعتديت عليه يعني الرسالة كبيرة جدا هنا بالنسبة لروسيا وأنني مستمر بدعم هذه الدولة إلى الآخر هذا معنى الرسالة نأتي إلى أيضا الخطاب النصر وأيضا الاستعراضات العسكرية التي ستكون يوم غد في روسيا وأيضا حتى في جزيرة الأفعة الأوكرانية المطلة أيضا موجودة في البحر الأسود أو حتى في قاعدة حميم في سوريا هناك احتفالات أيضا بيوم النصر على النازية وغدا سيكون عيد النصر على النازية وخطاب وصفها أنه سيكون تاريخي للرئيس بوتين ما الذي سيأتي باعتقادك في خطاب بوتين في ظل الاستبرار المعارك وعدم السيطرة بشكل كامل على أقليم الدنباس الذي هو أساسي ورئيسي في الحرب الأوكرانية أو في حرب روسية الأوكرانية يعني قلت لك أستاذ محمد أن المدرسة الشرقية واحدة نحن ما زلنا حتى اليوم نحتفل بحرب تشرين والطبول والزمور والأعلام تزين سوريا على انتصارات وهمية وضعف وهزائم أمام العدل الصهيوني لذلك هذه هي العقدة الشرقية أبرز خسائرك على أنها انتصارات ويعني قوي الضجيج والفت أنظار العالم على أنك منتصر والعالم كله يعلم أن بالمقياس العسكري وعندما تقارن بين ميزان القوى الروسية مع الأوكرانية تجد أن روسيا الآن مهزومة بجميع المقاييس لأنها يعني من لديه كل هذه الإمكانيات والمقومات واليوم في منتصف الشهر الثالث من الحرب ولم يحقق شيء يعني حتى الأقاليم التي يعني اعتبر نفسه أن جنودنا تتمشى في شوارعها وكذا هذا ليس الآن أيضا هناك خطأ الرئيس بوتين وهنا تصريحات أيضا بحسب وسائل المياه الرئيس بوتين يقول أو يعتبر أن الحرب في أوكرانيا شبيهة بالحرب ضد النازية في الحرب العالمية الثانية عام 1945 هل نفهم بأن الرئيس بوتين بتشبيه الحرب في أوكرانيا بالحرب العالمية أو النصر كما ذكر على النازية بأن أوكرانيا أو يوم غد سيكون هناك إعلان لحرب بشكل أوسع وليس عملية خاصة كما بدأها الرئيس بوتين بحسب تصريحات غربية وإعلامية بأن غد ربما يكون إعلان لحرب أوسع وحرب شاملة في أوكرانيا من قبل روسيا العالم كله ينتظر ماذا سيصرح بوتين غدا وماذا سيعلن بمناسبة عيد النصر الروسي أنا أقول أنه لن يختلف عن مناوراته وسوف يعطي تصريحات تفهم على أكثر من احتمال ولن يكون بين تصريحاته تصريح واحد حاسم وواضح بحيث أنه يرسم خط لأنه هو غير قادر على رسم خط ودليل على ذلك ببساطة وبسرعة يعني هو الإعلام الروسي ركز على أن الدخول إلى كيف والاقتراب من كيف والعودة عنها كان عبارة عن خدعة للفت الانتباه بأن روسيا قادمة باتجاه كيف بينما هي أخذت الأجزاء الشرقية هكذا الآن الإعلام طيب هذه خار كيف هذه خار كيف الانسحاب منها هل أيضا هو دخل خار كيف ليقوم بخدعة ثم انسحب منها وحطم الجسور لذلك أنا لا أعول على الإطلاق على خطاب بوتين غدا ولن يكون فيها أي وضوح وسوف يترك جميع الاحتمالات سنرى قبل كل حال ما الذي سيأتي في خطاب الرئيس بوتين يوم غد لكن أيضا تصريحات ووسائل الإعلامية تتحدث بأن القوات الروسية سيطرت على ما يقرب من 80% من أراضي دومباس تحت سيطرة روسيا الآن هذا الرقم وهل يشير إلى اقتراب ربما السيطرة بشكل كامل على الدومباس في خلال أسابيع المقبلة قليلة هذا الرقم معقول جدا يعني 80% حتى الآن هذا الرقم وارد أن تكون القوات الروسية سيطرت على 8% لكن السيطرة الكاملة ووضع يد روسيا على إقليم دومباس هذا الذي أنا أراه أنه لن يحصل يعني الأسلحة التي تدفقت إلى أوكرانيا وأسلحة متطورة جدا يعني تستطيع روسيا أن تقصف عن بعد لكنها لا تستطيع أن تشتبك أو تقترب بأرتالها أو بجلودها من مواقع هكذا أسلحة صحيفة نيويورك تايمز أيضا تقول أن هدف روسيا أو القوات الروسية في الوقت الحالي على الأقل هو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من المنطقة الشرقية الأوكرانية المعروفة باسم دومباس وأيضا وذلك بطرد القوات الأوكرانية التي كانت تقاتل الانفصاليين المدعومين من موسكو منذ سنوات بمقاطعة دونيسك ولوغانسك هل بالفعل الوقت الراهن كما قالت الصحيفة بأن الهدف هو الاستيلاء على أكبر قدر من مناطق من المنطقة الدومباس والمعركة طويلة كما تشير التقارير الغربية هذا ما يعني نؤكد عليه أن المعركة ستنحصر فيه إقليم دومباس تقليل تصغير المنطقة في القتال لتصغير وتقليل خسائر روسيا معه يعني حفظ ماء الوجه إلى حد ما لكن لن تسيطر يعني ستطول المعركة هنا تنتشر روسيا ويوجد لها قواعد وإلى آخره لكنها لن تستقر وهناك فرق كبير جدا يعني لأستاذ المشاهدين بين تسيطر وبين تستقر أنا أقول لن تستقر هذه المنطقة لروسيا والسبب واضح تماما معروف يعني هذا في أقل من دقيقة بأنه لو قلنا ماذا يريد بوتين بوتين يريد سد بينه وبين الديمقراطية الأوروبية ورفاهية الأوروبية وماذا تريد أوروبا وأمريكا أوروبا وأمريكا تريد إرهاق روسيا وإدخالها بمستنقع وحرب طويلة وصار لها ذلك وهي قادرة على ذلك بما نراه من علنية يعني ليس بالخفاء أو إلى خير تدعم هي تدعم علنا بأنواع أسلحة متطورة لن تسمح لروسيا بالاستقرار فيها المنطقة قبل فاصل أيضا وسائل الأممية تتحدث بأن قصف روسي وقصف صاروخي استهدف المنطقة الساحلية في غرب مدينة أوديسا ماذا عن انتقال المعارك إلى أوديسا على الساحل البحر الأسود سريعا يعني الذي تراجع عن خاركيف التي هي تحت أباطه يعني وبشهولة كان من الممكن أن يسيطر عليها وحطم الجسور لكي لا يلحقه الجندي الأوكراني كيف يستطيع أن يذهب إلى أوديسا يعني هنا السؤال السيطرة البحرية الروسية متفوقة جدا هكذا كانت لكن ما رأيناه وخاصة خلال الثلاثة أو أربع شابيع الأخيرة أن البحرية الروسية يعني أصيبت بمقتل في أكثر من مكان يعني من الطراد موسكابا إلى الفرقاطة الروسية إلى الزورة يعني ثلاث إصابات لقطع بحرية مهمة جدا وهذا محور حديثنا سيكون بعد الفاصل إذا أيضا سنعرض صورا أيضا ولقطات توثق لاستهداف سفن بحرية وسفن روسية في البحر الأسود لكن مشاهدينا بعد فاصل قصير فاصل ونواصل معكم اشتركوا في القناة